مرحبا بكم في قناة تحفة يوب تحتالها على الملفات المتابعة بها نظرا للملفات الكثيرة التي كانت تفتح والتي تحضر أيضا على عدد كبير جدا من المسؤولين السابقين لكن حاليا اكتملت جميع الملفات وموعد مطلوها للمحاسبة قريب جدا حيث ستبدأ برمجة الجلسة لمختلف المسؤولين مع العلم أن خالدة تميت محبسها قبل أشهر على إطر تورطها في قضايا فساد عديدة أهمها تبديد العمد للملعم منحم زيازات غير مبررة في مجال صفقات صفقات العمومية سوء استغلال وظيفة عمدا كما أن خالدة مي كانت تتر الجدل الكبير أثناء فترتها الوزارية بخارجات غريبة والسفزس للشاب بتبديدها للملعم على أشبه الفنانين بالملاير هذا ومن بين الملفات الضخمة التي فتحتها العدالة يتبع فيها إطارات سامية في الدولة على شكلة وزراء وولات ومختلف المسؤولين حتى الذين شملهم الامتياز القضائي حيث أن فيضان العدالة جرف عدد كبير من هؤلاء المسؤولين والقائمة المتدرزج بها في الحبس لأول مرة جديدة وعلى رأسها الوزير الأول السابق نوردين بدوي ووزير الاتصال السابقه دائما فرعون التي تورطت في قضايا فساد تقيل جدا حيث سيزورنا الحرش هذه الأيام وغيرهم ممن لزالوا خارج السجن ليجاور زملائهم من المسؤولين السابقين كما أن هذه المرة ستجهد الجزائر ترحيل جماعي وقياسي لعدد كبير من الولاد السابقين نحو سجن الحرش وطبعا في هذه الملفات ستبدأ عملية محاكمة المسؤولين المتواجدين بالحبس أيضا منذ أشهر وكانوا يتطرون دورهم للمتالب المحكمة على ملفات لأول مرة كالوزيرة جميلة مزيرت وطيب لوحو ولد عباس وغيرهم الكثير هذا وسيحاكم الساعد بوتفليقة أيضا بالمحكمة المدنية لأول مرة كمتاهم وليس كشاهد حيث أصبح ملفه جاهزا وسيكشف عن موعد متوله في الأيام القادمة هذه الدفعة من الملفات ستكشف حجم اختلاس كبير ومهو الوقع للخزينة العمومية ويفسر أيضا أين ذهب جزء كبير من الألف مليار دولار التي نهبتها العصبة في زمن بوتفليقة عند حكمه فما رأيكم في الجزائر الذي يستحقونه على نهبهم للجزائر وتفقير الشعب شاركونا بأرائكم في التعليقات وشكرا جزيلا اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الاعجاب والتعليق